أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون واليوم سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث وقد وصلنا إلى الدرس رقم 32 في صفحة رقم 104 وقد وصلنا إلى دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث لدينا فقرة المحفوظات سأقرأ أولا وتفضلوا استمعوا ثم سأشرح حدثت مشكلة في الحمام لدي بالأمس خرج الماء كثيرا من الصنبور أغلقت الصنبور جيدا والماء ما زال يخرج اتصلت بالسباك وحضر بعد ربع ساعة غير الماسورة وأصلح المشكلة والحمد لله أعطيته الأجرة ثم ذهب طيب هنا سنشرح لدينا هنا طبعا مفردات خاصة بمشكلات الماء والعمال ديسني أدى كسكاتا كسكاتا ينخصوص أنتو مسألة مسألة أير دان توكان جوغا ينبكر جا قال حدثت مشكلة في الحمام لدي بالأمس كمارين ترجى دي مسألة دي أبنا منيا كمار مندي تمام طبعا كلمة مشكلة يكون أو يستعمل معها الفعل حدث يحدث كالوكسكتا مسألها أو مشكلة ايتو ينضيقنا كان دنانيا كتا كرجا حدث يحدث ترجادي والمصدر حدوث كجا ديان واسم الفعل حادث واسم المفعول محدوث لكن لا يستعمل اسم المفعول طيب خرج الماء كثيرا من الصنبور أير كلور بنياك داري كران أير كران أير أغلقت الصنبور جيدا والماء ما زال يخرج سيأتو تبكر أن أير دنان بايك دنان بايك دان أير نيام ماسيه كلور ما زال يخرج الفعل ما زال هو مثل كان كالوكسكتا كرجا ما زال ايتو سبرت كان إذن له ميزة خاصة جديد يا أدى فمسي خصوص وهي ميزة الزمان هي الأولى والثانية أن بعده يستعمل فعل آخر لكن مضارع فمسي هانك برطماء أدى لايتو من نجوك وقت ماسيه 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 هكذا ينكدوا أدى لا كيتاب بيس من قنقن سطلهم نيام كتاكر جلين كيتاب شارتنيا اتو أدى لا كتاكر ج مضارع إذن هذا ليس مثل الأفعال العادية التي لا يمكننا استعمال فعل آخر بعدها جديئ توب كان سبرت كان تاكرج بياسا ينكي تتدأ بيس من قنقن سطلهم نيام مثل أكل شرب ذهب هل تقول أكلت أذهب لا شربت نمت لا لكن هنا ما زال يخرج أعلم ما سهك الوار الولد ما زال يلعب أنا أقول نعم ما سمعين في المضارع لا بد أن يكون معه نفي إذن لا يزال عفوا الولد لا يزال يدرس أنا أقول نعم ما سيح بلا جار الرجل لا يزال يعمل أقول لك لك ما سيح بكر جار طيب اتصلت بالسبق سعيا بنلفون توكان آير وحضر بعد ربع ساعة ذن ديادة تنسط له لمبلس منت أتو سبرن بجام إذن حضر بعد كذا حضر بعد كذا ذن ديادة تنسط له ستله وقته إني غير المسورة ديامن ننتي بيبا بيبا وأصلح المشكلة والحمد لله ذن ديامن بربايكي مسألهني الحمد لله طبعا نحن صرفنا الأفعال قبل ذلك فلن أعيدها مرة ثانية كارناك تسده بلن تصريفك تكرية سبلونية جدي سيأتي دا أكمنن أولا نجيا أعطيته الأجرة ثم ذهب سيا كسين 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 ديا أبه أبه دان ديا برغي الفعل أعطى مضارعه يُعطي والمصدر إعطاءن أعطى يُعطي إعطاءن والفعل هنا طبعا أعطيته أنا هو السببك أدوى ضمير يَن برطمى كسايا يَن أران بربكارة يَن كدوى أنتو أران يَن غائب يَن إتو أداله تُقَنْ أَيْرَ اتو السببك طيب الحمد لله بذلك انتهينا شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر في أمان الله